اشتركوا في القناة التي تنتهي اليوم بهذا الاجتماع وقرروا ما تم إنجازه على أرض الواقع وهذا حديث يسانده واقع وليس حديثا مرسلا ولأول مرة يأتي هذا المجلس أو يأتي مجلس على رأس يأتي مجلس في نقابة المحامين يتعاون جميعه ويتحمله 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 ما لا يمكن أن يتحمله بشر في سبيل تنفيذ حقوق المحامين والأمور الخاصة بالمحامين وكل ما تم إنجازه في هذه الدورة إنما هو واقع لم تشهده نقابة المحامين ولم يشهده المحامين ولكن ما تم خير دليل وكذا كان بعض زملاء قالوا إن التاريخ حيكتب عن المجلس أو حيكتب عن حضرتك فواقع ما تم إنجازه يتحدث اليوم ويتحدث منذ أن تم إنهاء هذا الإنجاز لأن ما تم إنجازه هو واقع عملي تجسد لصالح المحامين وتجسد لصالح أسر المحامين ولصالح مهنة المحامين ولصالح نقابة المحامين ولصالح الجمعية العمومية للمحامين فإذن الحديث مستمر والحديث مستمر يوما يزداد يوما بعد يوم من جموع المحامين الممرسين لمهنة المحامين الذين يدافعون عما كان سبباً أساسياً في تنقية الجدول يدافعون عما إذا كان له الدور الأساسي وصاحب القرار الجريء الذي تحمله هو مجلسه في تنفيذ هذا القرار وهو قرار تنقية الجدول وطبعاً عشان نقول الإنجازات فالإنجازات كتير فحنا عايزين نسيب المحامين أعضاء الجمعية العموية اللي هما فعلاً بيتكلموا لأن هما دول أصحاب الحق هما دول أصحاب اللي يقدر يقيموا عملنا فحنا هنسيب العمل والإنجازات اللي تمت في الدورة دي للمحامين اللي هما هيقدروا يقيمونا ويحددوا ويتفقوا على ولا يمكن معنا بأي حال من الأحوال اللي احنا بنسمع لأن احنا محامين واللي بيتكلموا عنه محامين وكلنا محامين أعضاء أعضاء جميع عمومية فحنا بنتكلم في واقع مش بنكتهد لكن بنتكلم في واقع مادي ملموس لحديث إنجاز تجسد على الأرض الواقع انعكس على جمعية العمومية للمحامين ومهنة المحاماة وأسر المحامين وطبعا عشان إحنا هنعدد فكتير فنسيب أصحاب الشأن هما اللي بيقولوا إحنا فين وأداءنا إيه وأداءنا كان لوجه الله تعالى أداءنا جميعاً لوجه الله تعالى وأحنا كمجلس مع النقيب إحنا قبل ما نكون أعضاء مجلس إحنا محامين وممارسين مهنة المحاماة وبنعرف نقيم ونختار ونحدد من يصلح أن يكون نقيباً لهذه النقابة النقابة العريقة هي نقابة مصر فباسم زملائي الذين تحدثوا والذين لم يتحدثوا نقرر أننا في هذه الدورة في اختيار إحنا كمحامين هنختار حضرتك نقيب كمحامين هنختار حضرتك نقيب لأن اختيارنا ده حضرتك إحنا مش هنقول نعدد ونقول إن حضرتك يعني اللي بيننا ولا إحنا بنختارك لأسباب موضوعية لأسباب موضوعية لأن إحنا محامين إحنا بنحكم دايماً بالعقل والمنطق بالعقل والمنطق ما بنحكمش بالعواطف لكن لان لو حكمنا بالعواطف يختلط علينا حكم الواقع ولكن احنا كمحامين ممارسين لمنة المحام جميعا انا زملائي بنقول ان احنا بنختار بالعقل وبنختار بالمنطق فماضيك العملي ومجلسك يلزمنا ان نختار حضرتك ونختار مجلسك وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة